اشتركوا في القناة 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 امسكها وابدأ افرق الكرشي فيها هيك تعطيها ريحة طيبة ونفس الوقت بتغير اللون كمان هي والثلج حطيت الخل كرمال تعطي تراوي للجلد عند الطبخ وما ياخد وقت بالاستواء هلأ بدي اتركهم من اوعين بالخل والملح والليمون والمطيبات لمدة ساعة بالمي متل وقتها نظفنا الدجاج بس الدجاج ما حطينا له الليمون لان هي الاكلة شوي بتكون زفرتها زيادة لهيك حطيت الليمون لتعقمه اذا هلأ رح اتركهم ساعة وبرجع لكم بعد مرور الوقات ساعة شايفين كيف تغير لونه وصارت بيضة مثل الثلج ونرد ريحتها غير شكل ما فيها زفار بوسطة الليمون والخل والمطيبات اتعقمت ما نبي حاجي لاي شي تاني هلأ بدي اغسرهم تحت الحنفية واتركهم بالمصفاي يصفوا لمدة ساعة بعدين بقطعهم وبحشيهم تزروني بالفيديو القادم ان شاء الله لطبخ الكرشي لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكن لا تنسوا الاشتراك بقناتي اذا كنتوا عم تحضرني اول مرة وفعلوا الجرس حتي وصلكون اشعار بكل وصفل تنزل بالقناة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة